اهلا بكم في اخبار الاقتصاد اعلن وزير النفطة الحالي احسان عبدالجبار ان كبريات الشركات النفطية العاملة في العراق تفكر بانهاء عملها والمغادرة وقال عبدالجبار ان شركة لوكويل الروسية ارسلت اختارات رسمية تقول انها تريد بيع حصتها في مشروع غرب القرنة اثنين الى الصين فضلا عن شركة بريتيش بيترونيوم بريطانية التي تفكر ايضا بالخروج من العراق وضمف وزير النفط ان مناخ الاستثمار بالعراق غير مواتل الابقاء على كبار المستثمرين اكدت اللجنة المالية النيابية في العراق ان زيادة اسعار النفط الخام لم تعالج العجزة في الموازنة 2021 المالية وقال رئيس اللجنة هكثم الجبوري انه حتى الان ووفق الاسعار الجديدة للنفط لن يسدد العجز المالي في الموازنة على رغم وصول سعر برميل النفط الى 75 دولار مبينا انه لا زال هناك عجز حقيقي في النفقات الاستثمارية والتشغيلية قدره 30 تريليون دينار وضاف الجبوري ان العراق ما زال احتاجوا الى عادة مليون برميل الذي استقطع من الكميات المفروض ان ينتجها بحسب اتفاقية اوبك حتى يمكن ان يسدد العجزة الحقيقية لصرف الموازنة ازدادت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي لبيع العملة الاجنبية لتسجل 208 ملايين دولار ووضحت مصادر مطالعة ان البنك المركزي شهد في اثناء مزاده لبيع وشراء دولار الامريكي ازديادا في مبيعاته بنسبة تصل الى 6% تقريبا لتصل الى 208 ملايين و369 ألف دولار امريكي غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد وقد ذهبت المسترائة البلغة 173 مليون و243 ألفا و369 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات مصرفية في حين ذهب المبلغ المتبقي البلغ 35 مليون و730 دولارا بشكل نقري قالت نائبة وزير السياحة والاثار في مصر غادى شلبي ان ايرادات قطع السياحة بلغت نحو 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3 ملايين ونصف مليون سائح وتوقعت شلبي زيادة عدد السائحين في المدة المقبلة بين 45 و60% مقارنة بالعام الماضي بمتوسط انفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولارا هذا واغلقت مصر الفنادق في شهر أدار عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن تعيد افتتاحها بعد نحو شهرين بنحو 25% من السعة الاستيعابية أعلنت مصادر في منظمة أوبك بلاس أن المنظمة ستستانف محادثاتها بشأن السياسة النطية يوم الاثنين بعد انتهاء اجتماعاتها من دون توصول إلى اتفاق بسبب مطالبة الإمارات بتعديل خط الأساس لحصتها من خفض الانتاج وبحسب المصادر فإن الإمارات تطالب برفع خط الأساس لانتاجها إلى 3 ملايين و 800 ألف برميل يوميا بدلا من 3 ملايين و 100 ألف برميل يوميا وهو مستوى الانتاج الذي يحتسب في التخفيضات على أساسه وكانت دول العضاء في تحالف أوبك بلاس لدول مصادر النفطة في أثناء اجتماعها الجمعة قد أخفقت في توصول إلى اتفاق لتحديد حصص الانتاج بدلا من شهر أب المقبل نهاية أخبار الاقتصاد إلى اللقاء اشتركوا في القناة